مرية عبدالعزيز بوتفليقة إن المرأة الجزائرية هي الحسن المنيع لضمان استقرار المجتمع وفي رسالة للمرأة الجزائرية في يومها العالمي ولمرأة في يومها العالمي قرأها وزير العدل حافظ الأختام خلال احتفالية نظمتها رئاسة الجمهورية صباح اليوم أشاد رئيس الجمهورية بإنجازات المرأة الجزائرية ومكاسبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأكد أنها ستبقى في طليعة قوى الإصلاح المرأة الجزائرية ستبقى حسنا منيعا لضمان الاستقرار الاجتماعي هي واحدة من الرسائل الكثير التي تضمنتها كلمة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة انطلاقا من المكان التي تبوأتها في السنوات الأخيرة يحق اليوم للمرأة الجزائرية أن تستحضر بفخر واعتزاز ما حققته من مكاسب وأن تعدد الإنجازات وأن تحصي ما قطعته من أشواط على درب التقدم والتطور لقد عملنا جاهدين لاستمرار هذا الخيار فيما يتعلق بترقية حقوق المرأة وجعلها سياسيا واجتماعيا في موساوات مع أخيها الرجل ما تحقق للمرأة من مكاسب دستورية ومجتمعية لا يمكن أن يغطي من حجم المهام الجسيمة التي تفرضها التحديات الراهنة على هاته الشريحة من المجتمع وفي نظر الرئيس على النساء الوعي بهاته الرهانات مناشدة نساء الجزائر للتكفل كذلك بواجباتهن العديدة في خدمة الأسرة والوطن ولكي نقاوم من ذلك المنطلق انتشار العنف في مجتمعنا ونتصد لآفات المخدرات وما تشكلهم من خطر على أجيالنا الصاعدة وأكثر من ذلك يؤكد الرئيس بوتفليقة في احتفالية اليوم العالمي للمرأة على أن دور الجزائريات يظل أكبر من أن ينحصر في مناسبة بعينها ببساطة لكونها سمام أمان النسيج الاجتماعي وهو يوم أردناه متميزاً في مجتمعنا لأنه يؤرخ لكل انطلاقة حاسمة المرأة الجزائرية يدفع بها إلى أن تبقى على الدوام عنصر أمان واطمئنان عنوان أصالة وحضارة ورمز جهد واجتهاد داخل الأسرة والمجتمع تمارس حقوقها وتؤدي واجباتها في كنف الحرية والعدالة والمساواة رسالة رئيس الجمهورية وإن قدمت حوصلة عن مؤشرات مزيد من تفتح المجتمع الجزائري على متطلبات الحداثة فهي تضع مزيداً من الواجبات والمسؤوليات على عاتق المرأة في مقابل ما افتكته خلال العقدين الأخيرين